حياكم الله وأهلا وسهلا بكم الجديد يعني حكاية الولد الفلسطيني يعني كلها آهات وكلها معاناة ويعني حياتنا كلها صعوبة وأعانكم الله أبطالنا وفرساننا القابعين خلف قطبان الاحتلال في إضرابهم وإن شاء الله لابد للقيد أن ينكسر ولابد للحقي أن يظهر في لحظات معينة إن شاء الله بجهود المخلصين يعني نعود وإياكم إلى هذه الرواية وهذه القصيدة للشعر أحمد الدحبور الذي توفي قبل حوالي شهرين في 8 إبريل 2017 رحمه الله واسكنه جناته يعني نعود إليك أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بك مرة أخرى يعني مع الأسف كل حياتنا معاناة وقصصنا معاناة وحكاية الولد الفلسطين وحكاية فلسطين كلها هذه حكاية الشعب الفلسطيني كله وجه المعاناة هذه كانت وما زالت يعني بدنا نحزن الطالب ويعني يقعد لا خلينا نعطي طاقة الله يعينه يتمس الواقع يحاول أن يتكيف ويتقلم مع الواقع المرير والصعب الذي أمره بأبناء الشعب الفلسطيني نحن الطلاب أيضا يعني يلتمسون هذه الأمور وفي واقعهم نعم أكيد وبالمنهج طبعا يعني هذا جزء من المنهج لأن الواقع المنهج واقع طبعا يتكلم عن أمور واقعية أكيد كل احترام وكل تغدير الله يخليك يا رب إن شاء الله عبركت الله نبدأ الآن إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدناكم زمنتنا أحد أزائنا الطلاب طالبات مطلابنا الكرام اليوم نتكلم عن اللي هي الورقة الأولى اللي هو تشتمل على اللي هو المطالعة والنصوص وهو أيضا تشتمل على الأدب وتشتمل أيضا على النقد وتشتمل على اللي هو النثر الأدبي نعم طيب نحن نحاول قدر الإمكان لأن الموضوع يطول جدا نحاول قدر الإمكان نحط النقاط على الحروف قدر المستطاع وحنتناول بالتفصيل إن شاء الله نتكلم بحديثنا بالتفصيل عن النقد وعن الأدب يعني المدارس الأدبية والشعرية وحنتكلم أيضا كما بالتفصيل اللي هو إن شاء الله عن فن القصة والسيرة والمسرحية إن شاء الله نحاول قدر الإمكان ونحاول نقول للطالب اللي هو إيش لدروسي المهمة جدا وعلى إيش أركز في الحفز وإيش الألية اللي تتبعها اللي هو في نظام امتحانات نعم أولا بالنسبة للمطالعة طبعا تقسيم الدرجات بالنسبة للمطالعة إحنا عندنا خمس دروس مطالعة مقرارة على الطالب طبعا على الخمس دروس عشرين درجة الطالب مطلوب منه الخمس دروس طبعا ما فيش استثناءات يعني ما في درس نقول للطالب هذا ملغي أو محذوف طبعا إحنا مقيدين بخطة الوزارة اللي هي وضعتها الوزارة من بداية العام فالطالب عليه أن يلتزم بخطة الوزارة ففي عندي خمس دروس مطالعة الخمس دروس مطالعة مهمين جدا لكن الدرس الأكثر أهمية لهذا العام والمتوقع يعني إن شاء الله تعالى اللي هو يكون على نصيب الأسد من الدرجات اللي هو درس الآيات يعني نحن نتوقع إن شاء الله تعالى درس الآيات السنة هذه يكون عليه شرح وتحليل كافي إن شاء الله تعالى فالطالب يعطي تركيزه على الآيات شرحا وتحليلا ودرس الأحديث كذلك لكن نحن نقول للطالب ركز على حفظ الآيات هي من آية 77 إلى 87 هي حفظ أولث 3 أحاديث مقرر معنا من الآيث 6 أحاديث الطلب يُأتي بركي助 على حفظ الآيث السنة هذه هي المتوقع أنه لح нравится الحفظ هذا يعني ما بنقول للطالب أنه ما يحفظش الآيات لا الحفظ موجود في الآيات وفي الحديث لكن التركيز تلك السنة هذه إن شاء الله سيكون على الحفظ الآيث إن شاء الله نعم فالطالب يركز على الآيات يركز فيها القدرات الإلهية الواردة في هذه الآيات أحوال الكافرين والمؤمنين الإيمان بالعهود والموثيق الإسلامية كمان يركز على بعض النعم الواردة في الآيات صورة النحل طبعا نعم كثيرة وقدرات لله تعالى واضحة وجلية في صورة النحل الطالب يدي تركيز لها هذه الآيات طبعا راعد الطالب كمان معاني الكلمات الوادة في الآيات شرح وتحليل هذه الآيات من معنى عام وكمان يكون عارف بعض اللي هو المعاني الصرفية لبعض الكلمات والمعاني معجمية لبعض الكلمات والصور الجمالية الواردة وأغراض الأسليب الموجودة في هذه الآيات نحن عشان نضيق الوقت يعني بس نحاول نقول للطالب أركز على هذا النقاط المهمة بالنسبة للحديث ركز على الحفظ أول حاجة يركز كمان على حديث الستة كلها طبعا يعني كل الحديث مطلوبة وكلها مهمة والحديث أصلا هو درس بسيط جدا بالنسبة لدرس السياحة الفضائية بعض العجالة سريعة يعني طبعا درس السياحة ودرس التراث التراث إلى ولدي هذه دروس يعني لا بد منها لكن قد تأتي السياحة مثلا على أربع درجات قد يأتي التراث على ست درجات قد يأتي إلى ولدي على خمس درجات يعني توزيع الدرجات يعني احنا حكينا بالبداية أنه فيش توزيع عادل في الدرجات لكن كل دروس داخله في الامتحان وكلها حيكون عليها إيش أسئلة اللهم إنه في عنا قد يكون دار يسئل وعلي أسئلة أكتر أو علامات أكتر فالمرجح السنة دي أنه يكون علي الأعلامات أكتر إلى ولدي أحمد أمين وكمان السياحة الفضائية من الدروس المهمة بالنسبة للسياحة الفضائية بده ركز الطالب على أهم الحداث العالمية اللي صارت في العالم اللي هو الحداث العالم الأكبر شهدو عام 1961 اللي هو صعود يوري جاجارين على نحو الفضائ بده يعرف إيش الأعمال قام بها يوري جاجارين وبعدها إنه لو بعد لهم prix empreمى وبعدها من الم tragال بده يعرف إيش المخاطر الصحية بتعرض إليها لصياح الفضاء وبعدها يعرف إيش يتوقع ويتنبأ المهتمون بالسياحة الفضائية من مستقبل السياحة وبدو أعرف المخاطر الصحية أيضا اللي بتتعرض إليها السائح وبعدها يعرف التدريبات اللي بيقوم بها صياح الفضاء قبل إيش صعود نحو الفضاء. هذه الأمور تركز عليها الطالب. كمان تركز على بعض المصطلحات والتعريفات. المقصود بالسعر البولوجية. المقصود بالرعاش. هذا كل الكلام موجود في الكتب. موجود في الملازم التجارية الموجودة في الأسواق. يعني الطالب أكيد عنده الخبرة والدراية بس إحنا نقول له على إيش نحط النقاط يعني. وبالنسبة كمان لبعض الكلمات يركز عليها. ويركز كمان الطالب اللي هو على المعاني الصرفية للكلمات. حنتكلم عندنا كمان شوي إن شاء الله على إيش يعني معنا صرفي. ولو طلب من الطالب معنا صرفي إيش يسوي وإيش يبحث وإيش يعمل. ولو طلب معنا معجم إيش الطريقة اللي يطلع فيها المعنى المعجمي. والجمال كيف يتعمل مع الطالب. والأمور هذه إن شاء الله نتكلم عنها بعد المطالعة بالتفصيل. عند التراث الثقافي المعماري في فلسطين طبعا هذا الدرس مهم جدا 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 خاصة السنة هذه. فالطالب يعطي اهتمام للتراث الثقافي في المعمار في فلسطين. يكون عارف خصائص التراث يكون عارف مميزاته. يكون عارف كمان المخاطر التي يتعرض لها التراث المعماري في فلسطين طبعا خطرين. طبعا في 2017 في الإكمال كانوا جايبين سؤال للطلاب عشان الطلاب يعني ينتبوا لهذه النقطة. أحيانا يجيب لي مثلا كلمات معينة من فقرة معينة. بيقول لي هذه الكلمات بما توحي أو بما تدل أو على من تدل يعني في 2017 في الإكمال جايب لي سؤال بيقول لي هذا وذاك بيقول لي على من يعود اسم الإشارة هذا وذاك. طبعا ما كانش مديني فقرة. فالطالب تكون عارف أن هذا وذاك أسماء إشارة موجودة في فقرة المخاطر التي يتعرض لها التراث الثقافي في فلسطين فهذا اسم إشارة يعود على القريب يعود على الخطر الأول وهو أبناء الشعب الفلسطيني وأوجه الأبناء الشعب الفلسطيني في الاستخدام السيء للتراث الثقافي المعماري. وذاك اسم إشارة البعيد ويعود أيضا إلى مين؟ إلى الاحتلال الإسرائيلي أو المعاملات الإسرائيلية ضد اللي هو التراث الثقافي الموجود في فلسطين. يعني الطالب يدي انتباه لهذا النقطة. أحيانا بسألنا عن محسنات بديعية. الطالب يدي انتباه برضو لمحسنات بديعية. يعني أحيانا يقول لي مثلا هذا وذاك ما المحسن بديع بينهم. طبعا هذا اسم إشارة القريب وذاك اسم إشارة بعيد. فبكون محسن بديع بينهم طباق إيجاب. الآن هذا بالنسبة للطلاب الثقافي المعماري في فلسطين. بالنسبة إلى ولدي. طبعا الطالب تركز على هذا النص أو هذا الدرس إلى عدة انتقاط وعدة أمور مهمة. بتكون عارف أول حاجة أن أحمد أمين كاتب أدبي عربي مصري. بتكون عارف كمان أنه أحمد أمين له بعض المنلفات الأدبية المشهورة زي كتاب فجر الإسلام وضوحة الإسلام وظهور الإسلام. وأيضا فايد الخاطر. هذه كلها من الأعمال الأدبية. أو لمن ينسب العمل الأدب الآتي. يجيب له فايد الخاطر. يقول له الأمين يطالب تكون عارف أنه هذا العمل الأدب يتابع الأمين لأحمد أمين. بالنسبة لدرس أو لمقالة أحمد أمين بدون يكون الطالب بميز أو يعرف هذه الأمور. بدون يركز على اللي هو أهم وأبرز الفروق بين زمن أحمد أمين وزمن ابنه. طبعا في عندي ست نقاط. اللي هو التعليم والدين والأخلاق والإحترام العدد التقاليد والمرأة وكذا. وشيوع الاختلاط. أحمد أمين وزمن ابنه. الطالب يركز عليها. كمان في عندي ثلاث نقاط مهمة جدا. الطالب لابد أن يراعيها في الدراسة لولدي أو درسة أحمد أمين. بدون راعي نقطة اللي هو أول شيء اللي هو موقف أحمد أمين من قول الحق والتزام الصدق. وبدون راعي كمان موقف أحمد أمين من اللي هو الدين. وكيف يرى الدين الصحيح. طبعا أحمد أمين في مقولته أو في مقالته اللي معانا في المقررة يرى أن الدين أنه يكون وسطي معتدل. سمح لا غلظة فيه. ولا ينافي العلم. فلا يناهد العلم أي لا ينافي العلم. كمان بدون راعي الطالب نقطة اللي هو المال. رأي أحمد أمين في إيش في المال. طبعا كان له شروط بالنسبة للمال. أن ينفق باعتداله ويطلب باعتداله. وأن لا يكون كثيرا فيصبح الإسان عبدا له. هذه الأمور والنقاط الموجودة في درس الأولدي. الطالب ركز عليها. قبل أن نتقل للنصوص بدنا نعرج بس بعض المصطلحات المهمة اللي بتيجي في الامتحانات. غالبا ما بيجي لي. بيجي لي أربع كلمات محطوطة بين قسين. بطلب مني مثلا بيقول لي هات مفرد الأولى. هات جمع الثانية. هات إعراب الثالثة. بما توحي الرابعة. وهكذا أحيانا ما المعنى الصرفي للرابعة. هذه الأسئلة التي تارت في أسئلة المطالعة. بس الطالب أحيانا بيلاقي صعوبة في إيش اللي هو المصدر الميمي أو بيسمى بالمعنى الصرفي. لما بيجي سؤال ما المعنى الصرفي لكلمة معينة. أحيانا يتبس عليه الأمر. وبعدين أحيانا الطالب لما بنطلب منه المادة المعجمية لكلمة معينة أحيانا يتبس عليه الأمر. هاتكلم عنه ضنقاطين بشكل مفصل. أحيانا بيقول له ما النوع المحاسي البديعي أو استخرج المحاسي البديعي من البيتين أو من الفقرة السابقة. الطالب لازم يكون كمان عنده درايو خبرة في هذا النقاط. نحن نتكلم الآن عن هذه النقاط بالتفصيل. بالنسبة للمصدر المعنى الصرفي. لو سئل أو طلب من الطالب ما المعنى الصرفي لكلمة معينة على الطالب أن يراعي عدة نقاط. المعنى الصرفي لو سألني ما المعنى الصرفي لكلمة معينة معناته بطلب مني اسم مشتق. يعني وكأنه بيقول لي ما نوع المشتق. يبقى. المعنى الصرفي يعني إيش نوع المشتق. فالمعنى الصرفي للكلمات يعني المشتقات والمصادر إذن عندي قد يكون المعنى الصرفي اسم فاعل اسم مفعول مصدر ميمي أو اسم آلة أو اسم مكان أو اسم زمان كل التركيز غالباً هيكون على مصدر ميمي عشان هيك أبن نركز إيش عنا عن مصدر ميمي بالنسبة للمصدر ميمي عندي المصدر ميمي عشان ما يصيرش لبس بين الطالب بين المصدر ميمي والكلمات التانية والمصادر الأخرى المصدر ميمي احنا بنقول للطلاب وكل اسم أو كل مصدر يبدأ بميم زائدة مفتوحة عشان الطالب يميز المصدر ميمي عن غيره من الكلمات وكيف يعرف المصدر ميمي المصدر ميمي يبدأ بميم زائدة مفتوحة زي عندي كلمة مقتل كلمة محرم هذه الكلمات تبدأ بميم مفتوحة وزائدة طبعا إحنا كيف عرفنا مفتوحة حركتها فتحة مقتل ومحرم كيف عرفناها زائدة دائما نأتي بالفعل نأتي بالفعل من محرم ومقتل فلما نجي بالفعل ما بتيجي مع الميم زي مقتل فعلها قتله إذا إجا معي في الفعل إذا جبنا الفعل وما جاءت الميم فبقونا ده مصدر إيش ميمي محرم محرمه أو حرمه من محرم من حرمه إذا محرمه أو محرم إيش برضك مصدر ميمي تمام لكن مرحن لا تعتبر مصدر ميمي معينها بدأت بميم مفتوحة لأن الميم فيها أصلية لو جبنا الماضي منها إيش اللي هي مرحن مرحة فإجت الميم معي في الفعل وجود الميم في الفعل بدينا أن هذه الميم أصلية مش زائدة عشان هيك احنا مقول للطالب عشان يتميز المصدر ميمي من غيره من الكلمات اللي هو لازم يقول بنتي بإيه أو يبدأ بميم مفتوحة زائدة فيه كمان بالمعنى اللي هو المعنى الصرفي أي يكون أحيانا اسم صناعي أو مصدر صناعي أو اسم بنسوب المصدر الصناعي هو الاسم الذي ينتهي بيه مشدد وتاء مربوطة زي المعمارية التراثية التاريخية الأبنية التاريخية أي كلمة تنتهي بيه مشدد وتتلب بتاء التأنيس المربوطة بدينا هذا إيش اللي هو مصدر صناعي كمان برضو أحيانا بنطلب مني المصدر الصناعي كمان أحيانا طلابنا بنطلب اللي هو مني أنواع الماء ما نوعي ببقولك وردت ما في الآية مرتين وردت ما في الفقرة أو في الجعبارة مرتين أو مرة ما نوع الماء في كلمة كذا عندي للماء أنواع كثيرة أول حاجة بدأ فرق بين الماء الكافة المكفوفة وبين الماء الزائدة وبين الماء الاستفامية وما التعجبية وعندي ماء المبهمة وعندي ماء المصدرية وعندي ماء الموصولة فالطالب لابد أن يعي جيدا أنواع ماء عشان يقدر إيش أميز بينهم بالنسبة للمال الاستفامية واضحة من الصياق زي مسمق هذه واضحة عن هذه الاستفامية بتدل على سؤال أو استفسار وبكون عند علم الترقيم مناسب إليها مال التعجبية أيضا واضحة زي ما أجمل السماء بتكون واضحة بالصياق أيضا اللي هي مال مبهمة بالنسبة للمال مبهمة بركزه على مال مبهمة أحيانا في الامتحانات مال مبهمة زي قرأت قصة ما أو قابلت رجلا ما أو أتتني فكرة ما فتدل على الإبهام إذن مال مبهمة تدل على الإبهام أي ماء تدل على الإبهام تسمى ماء المبهمة في عندي كمان مال مصدرية ومال موصولة وهذه الطالب اللي إيش بيقع فيها أنا بحب بس أنبه الطالب عاد النقطة عشان ما يقعش في مال مصدرية ومال موصولة لأنه مال مصدرية تأتي أحيانا بمعنى الذي ومال موصولة دائما بمعنى الذي فعشان يطلع الطالب من هذا اللبس ومن هذا اللي هو الاختلاط بل من يقول للطالب أي ما يأتي بعدها فعل هذا الفعل يخلو من الضمائر كله تكون ما هنا في الحالة هذه مصدرية لكن إن إجت الما وراها فعل هذا الفعل يشتمل على أي ضمير زي ما كتبوا ما كتبته ما يكتبون وما يكتبوا أي ما وراها تتلى بفعل هذا الفعل يشتمل على ضمير تكون ما بالحالة هذه موصولة كمان في الطالب بالتبس في المصدرية والموصولة لما يجي وراها اسم مثلا ما عندكم ينفذ ما عندكم أي ما تتلى باسم برضك تكون موصولة أي ما تتلى باسم موصولة وأي ما تتلى بفعل يشتمل على ضمائر موصولة أما المصدرية لا تكون ما مصدرية إلا إذا تلت بفعل يخلو من الضمائر ولا تتلى بأسماء لأنه يمكن تتكون لمصدر مأول والمظلم أول لا يتقل مع ما مع الفعل الذي يخلو من الضمائر يبقى الطالب كتير كتير بصيروا لبس وكل الطلاب وغالب الطلاب والطالبات بلا إيش بصير بهم لبس واختلاط بين إيش مال مصدرية والموصولة يبقى عشان نطلع من هذه المشكلة والإشكالية أنه دائما مال موصولة اللي هو تتلى بفعل أو باسم الفعل قد يشتمل على ضمائر أما مال مصدرية تتلى بفعل دائما ولا يشتمل الفعل على إيش أي ضمائر سواء ضمائر نصب أو ضمائر رفعل هذا بالنسبة لأنواع ماء الكافة والزائدة أما ماء اللي هو الكافة أسف ماء الكافة المكفوفة هي الماء التي تدخل على إنا أو أخواتها زي النمى ليتمى لعن لمى لكننمى لكننمى عيناكي باهتتان إجاد فقصدت المساء فأي ماء تدخل على حروف ناسخة زي إن وخواتها تسمى ماء الكافة سميت بالكافة لأنها كفت إنا أو أخواتها عن العمل فأطبطلت عملها فبطل عندي إن وخواتها لا إسم ولا خبر يعني بتبطل إيش من الحروف النواسخة تماما هذه بالنسبة لماء الكافة ماء الزائدة عشان أن ريح الطالب من هذه الإشخالية دائما ما زالت تليت بإذا تكون زائدة دائما ما إذا تليت أو جاء معها في الصياق أداة استثناء تكون إيش نافية زائدة تماما يبقى الطالب عشان يميز بين ماء النافية والزائدة في كمان عندي الماء وردت في القواعد فيما مع داما أو هذه جابوا في 2014 ما نوع الماء مع داما اللي هو أوصاني ربي بالصلاة والذكاة ما دمت حيا ما دمت حيا ما نوع الماء فيما دمت دائما الماء يحفظها الطالب هذا يحفظ دائما الماء مع ما داما أو مع الفعل داما أن الفعل للناس إخداما يكون نوعها مصدرية ظرفية الماء مع داما دائما مصدرية ظرفية بينما الماء مع زالة أو ما زالة وما فتئة ومن فكة ومبرحة الماء مع هذه الأفعال الناسخة الأربعة دائما نوعها نافية عشان الطالب يلتبس على الأمر الماء مع الأفعال الناسخة نوعين إن كانت معزالة وفتئة وبارحة وانفكة تكون ما هنا نافية أما ما المصدرية الظرفية لا تكون إلا فقط مع ما دامة فقط عشان الطالب يخرج من هذا اللبس دائما ما المصدرية الظرفية مع دامة أما ما زالة أو ومن فكة ومبرحة وما فتئة هذه الماء تكون إيش اللي هو ما النافية هذا بالنسبة لأنواع ما بركزه كتير على أنواع ما في الامتحان يعني فيش امتحان يخلو من نوع ما كذلك من طبعا عندي من استفامية ومن شرطية ومن موصولة عشان طبعا من هذه الاتفالية برضو من الاستفامية واضحة تدل على السؤال أو الاستفسار زي من أبوك وهكذا ولها جواب تمام أما من التعجب الشرطية تتلى دائما من الشرطية بفعلين من سميهم سبب ونتيجة فعل الشرط وجواب الشرط زي من يدرس ينجح من يفي بوعده يفوز برضى الناس وهكذا فأي من وراها فعلين سبب ونتيجة بتكون هذه النوع من إيش بتكون شرطية هذا بالنسبة لإيش لمن الاستفامية والشرطية الآن هذا بالنسبة لمن وما اللي بنسأل عنه من الطالب حين الطالب بنسأل عنه عن أنواع الواو طبعا في عندي واو الحال في عندي واو الاستئناف في عندي واو العاطف في عندي واو ربا ليل كموجة البحر وفي عندي كمان اللي هو الواو الاستئنافية فالطالب لازم يكون يفرق بين انواع هذه الواوات يبقى بنسئل للطالب حين عن نوع ما عن نوع من عن نوع الواو تمام هذي النقاط مهمة جدا أو أسئلة محورية ومهارية بنسئل للطالب عن معنى صرفة اتكلمنا عن معنى صرفة يعني ياسم مشطاق وبركزوكتها مصدر ميمي وكمان بنسئل للطالب الآن عن المحسنات البديعية بيجيبوا له كلمات بيقولوا عن محسن بديع أو استخرج محسن بديعي أو ما نوع المحسن بديعي في العبارة الآتية طبعا المحسنات البديعية طبعا هي لفظية ومعنى ما تكلمنا عنها بالبلاغة لكن نجميلها بشكل سريع المحسنات البديعية بدأت تكون معنا في المطالع أو في النصوص دوكون معي الجواب إما طباق إن كانوا كلمتين يعني بينهم علاقة طباق أو علاقة عكسية عندي مقابلة إن كان جمتين عكس بعض عندي كمان سجع عندي جناس ناقص أو تام وعندي كمان اللي هو إطناب بالترادف هذا كله من محسنات البديعية بيقول الطالب لو سيئل في محسن بديع يعني بده يكون مركز على النقطة فيه كمان نقطة في المحسنات البديعية مهمة جدا مركزوا علىها بالشعب اللي هي التصريع نسببها التصريع عشان الطالب يخرج من اللبس دائما أي أول بيت في أي كل قصيدة عمودية أول بيت في كل قصيدة عمودية بيكون في أول بيت عندي دائما تصريع اللي هو في آخر الشطر الأول مع آخر الشطر الثاني تمام زي سوايا بتحناني غريدي يطربه وغيري باللذات يلهو ويعجبه فهيها عندي الباق وعندي الباق في الشطر الأول في الصدر عندي الباق وفي العجوز عندي برضو الباق فهذا بديني أيش تصريع أحيان بيقول لي ما المحسن بديعي بين ضرب وعروض البيت الأول بالقصيدة لو سألني ما المحسن بديعي بين ضرب وعروض البيت الأول يعني كانوا بيقول لي ما المحسن بديعي في البيت الأول طبما مدام بيت أول يبقى طالب عشان لو لف السؤال لو اختلف السؤال سيط السؤال تغيرت على الطالب يكون الطالب إيش وعي أكتر وعيا في لفات الأسئلة أو إذا الأسئلة يعني امحمرت بأكتر من طريقة هذا بالنسبة للأسئلة المهمة اللي بتيجي في العدد بيجي حيانا الجمال وبركزه كتير عليه بيجي بيقول لي وضح الجمال هو الطالب كتير بيسأل الطلاب بيسأله بيقول بايش اللي هو عن الاستعارة والتشبيه المفرد والبليغ والمجمل احنا بيقول للطلاب بيسأل ليش عن نوع استعارة بيسأل ليش عن نوع تشبيه لكن بيقول لي ما الجمال وضح الجمال في إيش في الدين عبارة أو بتشعر أو كذا بيقول لي ما الجمال في هذه العبارة تمام ما الجمال يعني كأنه بيقول لي استعارة أو نوع الاستعارة أو نوع التشبيه فالطالب سعيتها بيكتب استعارة مكنية أو تصريحية أو تشبيه مفرد مجمل أو مفصل يعني إن شاء لكن لو طالب قال شابه كذا بكذا يعني ولست أنا ممن تأسره وما أنا ممن تأسره الخمر ولبه يعني لو جاب لي هذه البيت مثلا نريها ده برخصيص سوى التحنال يا غريد لو جاب لي وما أنا ممن تأسره الخمر ولبه وقال لي ما الجمال بها بقول له في عندي سينمي استمر ماكنية حيث جابها الشاعر اللي هو العقل بالأسير تمام هيكة بديني استمر ماكنية يعني لو الطالب ما كذب ش registrar ماكنية وقال شبه الشاعر العقل با ايش بالأسير بنحط لهش غلط بتكون إجابة صحيحة يعني هو الطالب بالأحرى مش مطلوب بأنه يكتب نوع الاستعارة لكن لو كتب نوع الاستعارة بيكون قمة الصح تمام فالطالب يعني ينتبه من هذا النقطة وهذا النقطة مهمة جدا فالطلاب بيجونا داما نهو يا أستاذو كيف ننميز بين اللي هو الاستعارة والأنواع والتشبيهات وكذا وفبضيع وقته وبيجهد نفسه وعاد الأمور يعني كافي أنه لو كتب شبه كذا بكذا بيأخذ إجابة لكن اللي عايز اللي جابة النموذجية وعايز يعني يأخذ العلمة الكاملة لو كتب استعارة مكنية ونوعه وبدأ يفصل هذا بيكون عينه الصباح هذا بالنسبة لإيش لبعض الأساسيات المهمة في أسرة المطالعة والنصوص هذا بالنسبة للمطالعة بالنسبة للنصوص طبعا إحنا عندنا في طلاب الأدبين عندنا ست نصوص مقررية معاونا وفي عندنا بدارس شعرية أربعة أما بالنسبة لطلاب الفرع العلمي طبعا طلاب وطالبات الفرع العلمي عندنا في بعض النصوص محذوفة وملغية مع مدرسة يعني عندي أنا منجاة الحبيب وقصيدة المساء هذه محذوفة من إيش طلاب العلمي طبعا مع مدرسة مع مدرسة الديوان ومدرسة المهجر عندي مدرسة سوى بتحنالة غريد أو قصيدة سوى بتحنالة غريد ومدرسة لحياء من المدارس المهمة وهذه القصيدة من المقاصاد برضو المهمة عندي كمان يعني المرشح السنة هذه إن شاء الله تعالى المرشح يعني أكثر نص مهم جدا إن شاء الله تعالى لعندي قصيدة المشرد وقصيدة أغنية إلى ولدي هذا من قصائدي المهمة جدا 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 أنا يعني ما أقول مهمة جدا جدا ما أنا بتلاشر النصوص الثانية يعني النصوص الثانية برضو مهمة وبردو بتيجي لكن إحنا يعني إحنا بنقول التركيز الأكتر يعني الأهمية الأكتر الأكتر أكتر أهمية يعني عندنا قصيدة أغنية إلى ولدي وعندنا قصيدة إيش المشرد طلاب كتير بركزوا على الحفظ ويقول لك إيش نحفظ إحنا حنقول بالنسبة للحفظ الآن إيش الطالب يسوي أول حاجة مطلوب بإني حفظ بالمطالع ومطلوب بإني حفظ بالنصوص وأسألت الحفظ عليه 6 درجات يعني 6 درجات من 75 درجة في الورقة الأولى للأدبة يعني 6 درجات يعني مهمين جدا يعني إشي بيفرق كتير عند الطالب 6 درجات وبأثرا عليه عشان هيك الطالب بده يهتم بالحفظ عند الطالب لو حفظ الأول 3 حديث وحفظ الصفحة الأولى من الآيات هي بأخذ 3 درجات من حفظ إيش المطالع بالنسبة للنصوص عندي أنا 6 نصوص طبعا عندي 3 قصائد شعر عمودي وعندي 3 قصائد إيش شعر حر لو في القصائد الشعر العمودي حفظ الطالب 6 سطور أو 6 أبيات شعرية تمام؟ لأنه بنطلب منه أكتب 3 أبيات من خصيطة مشارات أكتب 3 أبيات من خصيطة منجات الحبيب أكتب 3 أبيات من خصيطة سوئبة إحنا لها غريد طبعا عندي 6 نصوص يعني لو الطالب أخذ 6 أبيات من قصيطة العمودي من 3 قصائد يعني بيطلع 18 بيت القصائد الشعر الحر عندي 3 قصائد شعر حر طبعا شعر حر يعني عندي النظام اللي هو مقاطع لو الطالب حفظ أول مقطع من كل قصيدة برضو إيش الطالب بيكون يعني منحاله في أسلة الحفظ تمام؟ يبقى الطالب يركز على الحفظ لأنه علي 6 درجات وما يهملهش يركز على حفظ النصوص ويركز على حفظ إيش الأيات وإلى حديث بالنسبة لمدرسة ديواء الإحياء والمدرس الشعرية طبعا بالنسبة لما الأدب العثماني أو العصر العثماني الأدب العثماني عند الطلاب العلمي ملغي تمام؟ لأنه امتحانوا بورقة واحدة وهذا من الدوس الملغية أما بالنسبة لطلاب الأدب العصر العثماني مطلوب عنده مهم جدا يعني فيش امتحان يخدم أدب العثماني وأسلة الأدب العثماني لأنك الطالب يركز على الأداب العثماني كثير وطبعاً هو كله صغير يعني في عندي بتكلم عن أغراض الشعر في العصر العثماني والنثر في العصر العثماني وكلهم يعني بيجوش ثلاث صفحات أربع صفحات وملخصات عشانك الطالب يعطي اهتمام كثير كثير لأداب إيش العثماني أحنا عشان الوقت مش هنقدر ننخص كل حاجة ونحكي كل حاجة في كل المنهج لكن هنحاول قدر الإمكان وقدر المستطاع نحط النقاط على الحرف على بعض دروسة مهمة طبعاً إحنا حنتكلم أول حاجة عن النقد والظواهر النقدية الخمسة لأنها مهم جداً عشر درجات كل سنة بيجعل النقد فالطالب يعطي اهتمام لأين نقد الموجود معنا عندنا خمس ظواهر نقدية أو خمس إضاءات نقدية والخمسة مطلوبين وخمسة مهمين جداً إحنا حنتكلم عن النقد بالتفصيل إن شاء الله تعالى وبعد ذلك حنتكلم عن مدارس الأربعة بالتفصيل مع فن القصة وفن السيرة يلي road' عشاشة العرض لو شوفنا الآن النقد نشوف معنا على النقد عندي أولاً شعر المعارضات كما يظهر عندي على الشاشة في الشاشة العرض أول ظاهره في النقدية معنا شعر المعارضات يركز الطالب على تعريف المعارضات بيجي تعريف عندي كثير في النقد أسلة النقد تكثر في العرف وبتكثر في Unidos في أسلة الإختر لو قالي عرف شعر المعارضات طبعاً هي قصائد شعرية نسجها قائلوها على نصق قصائد سابقة مشهورة فالتزموا بموضوعها وبحريها وقافيتها حيني بجيب لي أسئلة تانية بقول لي علل مثلا استخدم الشعراء شعر المعارضات ليش استخدم الشعراء شعر ايش المعارضات بنقول في الجواب لأنها نالت إعجابهم ولأنها عايشت تجربهم ايش النفسية بجييني سؤال تانية حيني بقول لي المعارضات ليست وليدة العصر الحديث ولكن لها جزور قديمة وضع هذه العبارة هذا سؤال مهم جدا وجابو قبل هيك في السنوات الماضية فالجواب تكون كالآتي بدك تقول بدأت المعارضات الحقيقية في الشعر الأندلسي طبعا شعراء الأندلس كانوا يعارضوا المعارضات عن التقليد فكانوا يقلدون شعراء اللي هو الشرق يعني شعراء العباسيين اعترافا بفضل شعراء المشرق عليهم فلذلك كان يلقب بعض الشعراء الأندلسيين ببعض المسميات العباسية زي ابن دراج القسطلي كان يلقب بمتنبي الأندلس وابن زيدون كان يلقب ببحتري الأندلس هذا بجيب لي يا باختر أحيانا بيقول لي لقب بمتنبي الأندلس ابن زيدون ابن دراج وهكذا بدأت الخيراب بيكون الطالب حافظ من الشعر لقب ببن تنبي الأندلس ومن الشعر لقب ببحتري الأندلس فابن دراج القسطلي لقب بمتنبي الأندلس وابن زيدون لقب ببحتري الأندلس بجيب لي السؤال بيقول لي متى زهرت المعارضات ومن حمل رايتها طبعا ازهرت المعارضات في العصر الحديث أو في الأدب العربي الحديث وحمل رايتها شعراء مدرسة الإحياء حمل رايتها أول شعراء في عصر الحديث تكلم عن معارضاتهم شعراء مدرسة الإحياء زي محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصافي يعتبر أحمد شوقي إمام المعارضات الشعرية يعتبر أحمد شوقي إمام المعارضات الشعرية علل ليش يعتبر أحمد شوقي أو إمام وعرضات الشعرية في العصر الحديث الشواب أو الإجابة لأن قصائده كانت بعثا وإحياءا لقصائد من البحتري في الوصف والمتنبي وأبو تمام في الحماسة والبوصيري في البداحة النبوية وابن زيدون في الغزل هذا السؤال بجيب لي يا إخطة بركزه كثير عليه في إخطة بجيب يقول لي عارض البحتري أو آسف عارض أحمد شوقي البحتري في الحماسة ولا البداحة النبوية ولا الوصف ولا الغزل يبقى الطالبfast أن يعرف أن عارض البحتري في الوصف وعارض المتنبي وأبو تمام فيه اللي هو الحماسة وعارض البصير في المداح وعارض بن زيدون في الغزل بيقول لي بدأ العرودي بمعارضة شعراء العربية البارزين وكان يساعده على ذلك عاملان أذكر العاملان الذين كان يساعدان اللي هو أحمد شلق البارودي في المعارضات شو المعاملين يساعدوا في معارضات الشعرية أول عامل القدرة على المجارات يعني القدرة على إيش القدرة على التقليد اثنين القدرة على الابتكار فكانت من عند أخونا البارودي عنده قدرة على المجارات التقليد وعنده قدرة على أنه يبتكر ويبدع إيش ويألف أشياء جديدة ويضيف أشياء جديدة على الشعر هذا بالنسبة للقضية الأولى أو الظهرة الأولى في النقد الآن نتكلم عن النقد الحالة التانية أو القضية التانية أو الإضاءة التانية نتكلم عن وحدة العضوية والموضوعية برضو هذا السؤال بيجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وحدة الفكرة هذه ركز عليها طالب كويس الآن في عندي علل بقول لي علل وصف أو وصف عباس محمود العقاد قصيدة أحمد شوقي في رثاء مصطفى كامل بكومة الرمل طبعا أخونا أحمد شوقي كتب قصيدة رثاء فيها أخونا الثائر مصطفى كامل بعد استشاده أو قتله فأحمد محمود عباس محمود العقاد وصف هذه القصيدة تحت أحمد شوقي فبقول له أنت قصيدة ككومة الرمل علل ليش وصف عباس محمود العقاد قصيدة أحمد شوقي بكومة الرمل الجواب لأن أبياتها متشتتة ومفككة إذن بسبب تشتت أبياتها وتفككها والسبب الثاني لأنه لا يوجد في القصيدة إلا وحدة الوزن والقافية فقط يعني ما فيه مشاعر ما فيه حسيس وكذا الآن ما السبب في انعدام الوحدة العضوية يعني وحدة المشاعر ليش أحمد شوقي ما عنده مشاعر في القصيدة هذه في قصيدة شوقي كما يرى العقاد إيش السبب؟ الجواب أول حاجة بسبب تقليده فالمقلد دائما ما عنده مشاعر بسبب تقليده للشعراء القدماء في الانتقال من غرض إلى آخر دون رابط منطقي والجواب الثاني الإبتعاد هي عن الصدق المعبر عن النفس الإنسانية تمام؟ هذا السبب أنه أحمد شوقي قصيدة ما فيه حسيس فيه وحدة عضوية ننتقل الآن لضاء النقدية أو الضارة النقدية التالتة وهي الشعر المهموس بيجي بقول لي عرف الهمس أو عرف الشعر المهموس طبعا الجواب هو الشعر الذي يعبر فيه الشعر عما يلج أو عما يدور في نفسه بصدق وإخلاص ويعتمد طبعا شعر المهموس على الطبيعة والأساطير والأحداث التاريخية ويبتعد عن التعبير الخطابي الآن أخونا النقدية محمد منظور أعجب بشعر مدرسة المهجر لأن الشعر المهموس اللي كتب عنه أخوانا في مدرسة المهجر الشعراء تبعو مدرسة إيش المهجر فمن أحد النقاط اللي كان معجب في مدرسة المهجر ومعجب بالهمس اللي عندهم في خصائدهم الشعرية أخونا محمد مندور الدكتور محمد مندور كان معجب بشعر مدرسة المهجر طب ليش علل لماذا أعجب محمد مندور في شعر مدرسة المهجر الجواب لأن في شعر المدرسة المهجر كان فيه صوت خفيض وعميق حنون تتشربه النفس الإنسانية في هدوء وسكينة وكان يفخر بلغته وأسلوبه وصوره ومعانيه كما أن محمد مندور طالب كل شعراء اللغة العربية وشعراء العربية بشكل عام أن يكتبوا أو أن يكتبوا أدبا مهموسا كأدب مدرسة المهجر من كتور إعجابه في هذه المدرسة طالب بيقول يريد كل شعراء يكتب شعر مهموس أو شعر زي مدرسة المهجر أخونا الدكتور محمد مندور طبق مبدأه النقدي على قصائد معينة في هذه المدرسة أعجب في قصائد معينة ما القصيدة التي تعجب فيها وكيف طبق النقد أو الظاهر النقدية تبعت فيها من يقول طبعا هذا نقد إيجابي نقد إيجابي نقد محمد مندور اللي هو مدس المهجر نقدا إيجابي يعني وكان مع هذه المدرسة نحن نقول للطالب طبق أخونا الدكتور محمد مندور على قصيدة أخي هذه القصيدة لمخائل نعيمة لمخائل إيش نعيمة وذلك من خلال قوله اسمع إيش الكلمات اللي علق عليها أو إيش الألفاظ والكلمات والعبارات اللي أخونا الدكتور محمد مندور علق عليها تمام وأدانا إشارات ودلائل إشارات ودلائل إيش هذه العبارات وماذا قوة هذه العبارات أول حاجة القصيدة بتكلم فيها الشاعر عن أخي فكلمة أخي توحي وتدل وتشير إلى اللي هو الوحدة والإنسانية تمام والوحدة واللحمة كمان علق على بيت بقول إن ضج غربي بأعماله هذا البيت بوحي بإيش بشير إلى إيش بقول إن ضج غربي بأعماله يشير إلى الضجيج وهذا يعطي قوة جرس الحروف تمام هذا إعجاب طبعا كمان ورد في قصيدة أخي عبارة يقدس ذكرى من ماتوا يقدس ذكرى من ماتوا هذا البيت أيضا بشير إلى قدسية الدين أو التقديس كمان عندي البيت اللي بقول اللي هو فلا تشمت بمن دانا فلا تشمت بمن دانا وهذا البيت بشير إلى الشماتة وهذا الشماتة هي شعور خصيص فهذا البيت يدل على الخصة لو جب لي من دانا لوحدها فهذا الكلمات تدل على معنى الذل والإركسار والخضوع فالطالب هذا السؤال هذا مش داما بيجيني بكيف طبق الدكتور محمد منظور مبدأه الناقضي على قصيدة تاخي حيب يجيب ليها اخطر يجيب لي بيت من هذه الأبيات بيقول لي إلى ما يشير هذا البيت وبيديني خيارات يعني مثلا بيقول لي يقدس ذكرى من ماتوا هذا البيت أو هذه العبارة تشير إلى اللي هو الضجيج ولا القدسية ولا الشماتة يبقى الطالب تكون عارف كل بيت وإيش بيشير إلى اللي هو هذا البيت تمام الآن رابعا اللي هو الإضاءة النقدية الرابعة اللي هي الأسطورة توظيف الأسطورة أو إيش الأسطورة طبعا بيجيني بيقول لي عارف الأسطورة طبعا الأسطورة عبارة عن حكاية تروي أحداثا خيالية طبعا وقعت منذ زمن إيش بعيد هذا بنسبة للتعريف لو قل لي عارف الآن لو طلب مني بيقول لي لماذا يستخدم السلسطور ليش منجيب قصص قديمة وحكايات غريبة ليش منوظفها بقصائدنا الإجابة لتفسير الحياة ومظاهر الطبيعة وترسيق أعادات اجتماعية ولتصوير بعض البطولات يبقى لو جاب لي أحيانا بلوف أحيانا بالسؤال وبغير صغيرة السؤال بيقول لي ووظف مثلا الشاعر في قصيداته الأسطورة ما أهمي ذلك أو بما دالي لذلك أو بما يوحي ذلك كل هذا السؤال يصوب في بوطق واحد كأنه بيقول لي لماذا يستخدم الإنسان الأسطورة إذن الجواب دي كل تفسير الحياة ومظاهر الطبيعة أو لترسيق أعادات اجتماعية أو لإيش تصوير بعض البطولات الآن ما الأسباب التي ساعدت على توظيف الأسطورة في الشاعر الحر عندي عدة أسباب ساعدت على توظيف الأسطورة أول حاجة ترجمة جبرا إبراهيم جبرا أسطورة أدونيس أو تموز وهذا بجيب لي بيختار إحنا بيقول لي أو من صاحب العمل اللي هو جبرا إبراهيم جبرا ما العمل الذي قم به يا أخونا جبرا إبراهيم جبرا هو أسطورة أو ترجمة أسطورة أدونيس أو تموز ترجمة أسطورة إيش أدونيس أو تموز هذه واحد طبعا لو ممكن يقول لي علل لماذا ترجمة جبرا إبراهيم جبرا أسطورة أدونيس أو تموز بالمناسبة صوت أدونيس أو تموز هي أسطورة غير عربية فالشاعر أو هذا الكاتب أعجب فيها فلذلك إيش ترجمة طب ليش ترجمة أخونا إبراهيم جبرا اللي هو جبرا إبراهيم جبرا صوت أدونيس منقول لأنها تثير الإحساس بمأساة إيش العصر إذا لأنها تثير الإحساس بمأساة العصر هذا الإشي جعل أخونا جبرا إبراهيم جبرا اللي هو يترجم اللي هو أسطورة أدونيس أو تموز أحياناً بيطلب مني ما نوع العمل الأدبي ما نوع العمل الأدبي اللي هو لو قل لي كلمة أدونيس أو تموز ما نوع من قل له أسطورة إذا أن أدونيس أو تموز عبارة عن أسطورة وهذا سؤال جابه مفاجئ في 2017 في الإكمال كل السنوات السابقة كان يجيب الأنسب العمل الأدبي الآتي لأصحابها في 2017 في الإكمال ما جاب ليش أنسب العمل الأدبي لأصحابها جاب لي اللي هو ما نوع العمل الأدبي ما نوع العمل الأدبي زي محاكمة في دينا صبور بنقول له هذه عبارة مسرحية وهكذا فالطالب دع تباله حيальноً لو سؤل إيش الطالب بنوع العمل أدبي أو صاحب العمل أدبي يعني دع تباله الطالب من صاحب العمل أدبي ونوع العمل إيش الأدبي هذه هي النقطة مهمة الآن في عندي أسطورة وفي عندي جاذبية الأسطورة يعني لو قللي عرف الأسطورة أو عرف جاذبية الأسطورة هناك فريق الأسطورة تختلف عن الجاذبية الجاذبية هي تصل بين الإنسانי والطبيعة أو هي ما يصل بين الإنسان أو ما يربط بين الإنسان والطبيعة يسمى بجاذبية الأسطورة طيب أحيانا بيقول لي علل تأثر الشعراء بقصيدة تا.سين.إليوت اللي هي قصيدة الأرض الخراب ليش الشعراء تأثروا بهذه القصيدة؟ ليش تأثر الشعراء بقصيدة تا.سين.إليوت طبعا تا.سين.إليوت هذا شاعر أجنبي غير عربي اسم مختصر إليه فكان كاتب قصيدة بعنوان الأرض الخراب فتأثر فيها الشعراء ليش تأثر فيها الشعراء؟ لأنها تثير بيضوء أيضا الإحساس بمأساة العصر إذن تأثر الشعراء بقصيدة تا.سين.إليوت ليش؟ لأنها تثير بالإحساس بمأساة العصر خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والأحداث الدامية اللي كانت من ضمن نتاج الحرب العالمية الأولى الآن بيطل تطلب بني أسماء الأساطير وبيجيبوا ليها في اختار هذا السؤال بيجيب لي بصلا أسطورة معينة يقول لي ترمز إلى إيش أو إيش نوعها؟ عندي من أشهر الأساطير الموجودة عندي أسطورة سيزيف وهي عبارة عن أسطورة يونانية وفي عندي أسطورة تموز أو عشتار وتعتبر أسطورة شرقية وفي عندي أسطورة زرقاء اليمامة وتعتبر أسطورة عربية وفي عندي أسطورة العنقاء أو الفينيق وهي أيضا أسطورة عربية طبعا كل أسطور من هذه الأساطير لها إيش؟ رمز معين بالنسبة لصورة سيزيف ترمز إلى العذاب والإرادة أما الصورة تموز أو عشطار فهي ترمز إلى الخصب وتجدد الطبيعة أما زرقاء اليمامة ترمز إلى اكتشاف الخطر قبل وقوعه أو بعد النظر أما الصورة العنقاء أو الفينيق ترمز إلى التجدد والنهوض من الموت آخر نقطة في النقد أو آخر ظاهرة نقدية وإضاءة نقدية معانا ومطلوبة منه مهمة جدا اللي هي التناص ولو قال لي عرف التناص فالتناص هو عبارة عن نص مأخوذ من نصوص أخرى التناص نص مأخوذ من نصوص أخرى أحيانا أقول لي أذكر أنواع التناص عندي ثلاث أنواع للتناص في عندي التناص الديني والتناص الأدبي والتناص التاريخي بالنسبة للتناص الديني لو قال لي عرف بنقول له هو نص مأخوذ من نصوص إيش دينية لو قال لي مثل بنقول له زي إيش زي بعض الكتب اللي هي السماوية وكتب الديانات السماوية وأقوال بعض الأنبياء أحيانا بيسألني عن أهميته أو مكانته لو سألني عن أهمية التناص الديني ليش أنا استخدمته أو علل استخدمت ناص الديني الأهمية السبب كذا الجواب لأنه يعطي النصوص سلطة تأثيرية قوية ويزيد القيام الإنسانية والأخلاق ويجب لي إخطر بيقول لي أن التناص الذي يعطي النصوص سلطة تأثيرية قوية الديني أو التاريخ أو الأدبي تكون عارف الطالب التناص وأهمية لأنه بيجب لي أهمية وحيانا بيخطر كمان من ضمن أهمية التناص الديني يزيد القيام الإنسانية والأخلاقية يزيد القيام الدينية والأخلاقية طيب يعطيني مثال ممكن يقول لي مثل على التناص الديني بيقول له زي قول عز الديني مناصر في تناص من القرآن الكريم في سلطة الناس بيقول وبوجه وسواس خناس إذا نادى تناص ديني هذا بالنسبة للتناص الديني أما التناص الأدبي لو طلب من التعريف منا نقول له ونص مخوذ من نصوص أدبية كألفاظ الشعراء السابقين تمام أو الأعمال الأدبية للشعراء لو تسألني عن أهميته بيقول له أهميتين أولا الربط بين الزمن الماضي والحاضر وأيضا الاستفادة من الماضي هذا بالنسبة للتناص الأدبي لو قل لي ديني مثال ببتل على التناص البحيان هو بالديني المثال يقول لهذا المثال يعتبر تناصا دينيا أدبيا تاريخيا بعض الطالب دعوا اعتباله من الأمثلة اقتباس فدوة تقال من معلقة إمرأ القيس اللي هي في قول قفا نبكي فهذا تناص أدبي هذا تناص أو هذا مثال عن التناص الأدبي أما التناص التاريخي هو نص مأخوذ من نصوص أخرى هو نص مأخوذ من نصوص أخرى وحدات تاريخية تمام إذا النص مأخوذ من نصوص وحدات تاريخية زي أسماء الزعماء وأسماء المعارك المشهورة اللي حدثت أو حصلت في الزمن الماضي طبعا أهميته تختلف جدا عن أهمية التناصل الأدبي في اللي هو جعل النص ذا قيمة وثيقة والربط بين الزمن الماضي ويشوى الحاضر طبعا تعتبر قصيدة يوم يد دمشق مثلا على التناصل التاريخي وطبعا يوم يد دمشق الأخونا راشد يحسين أحيانا يقول لمن العمل الأدبي الآتي يوم يد دمشق ما نقول للمين للراشد يحسين وكذلك ولدته ثانية إيش حطين إذن هذا كله عبارة عن تناص إيش تاريخي هيك ما نكون نتكلمنا عن النقد وعطنا حقه وفينا اللي هو النقد أنه ظاهره مهمة جدا وعلى عشر درجات في الامتحان عشان هيك إحنا نتكلمنا عنه بالتفصيل الآن بالنسبة للأدب العربي في العصر الحديث إحنا حكينا نتكلم عن الأمور المهمة جدا اللي هو الأدب بشكل عام هنتكلم عنه لأنه أسئلته مهمة جدا بالنسبة للأدب العربي في العصر الحديث في عندي اهتمام كان في الأدب وفي الشعر والشعراء والأدب بشكل عام في مصر وفي بلاد الشمع في سوريا تعالت نشوف ما دلائل وما أبرز اللي هو المظاهر الحياة الفكرية اللي كانت ظاهرة عندي في مصر طبعا دلائل على أنه المصريين اهتموا في العلم عندهم وفي الحياة الفكرية وفي الأدباء والشعراء الدين أدلة دلللي برهنلي أو الدين المظاهر اللي ظهرت على اللي هو اهتمام المصريين في الحياة الفكرية عندي واحد طبعا إنشاء المدارس طبعا عندي إنشاء المدارس في شكل عام فنية أو حربية وأنشأوا مدارس للصيدلة وللطب البشري وأيضا للطب البيطري وأيضا أنشأوا مدارس للهندسة هذه كلها تديني إيش مظاهر للحياة الفكرية ونهوض الحياة الفكرية في مصر اثنين الاستعانة بالأساتذة الأجانب والمترجمين وأيضا اللي هو من السوريين ومن أوروبا أيضا استعانوا فيهم وبالخبراء أيضا استعانى بالأساتذة الأجانب والمترجمين من السوريين والمغاربة للتديس في هذه المدارس اللي أنشأوها طبعا عندي كمان كانوا يرسلوا بعثات إلى أوروبا وكانوا يستعينوا بالخبراء والعلماء اللي إيش بأوروبا وكانوا أنشأوا عندي مطبعة بولاق اللي هو بسموها المطبعة الأميرية تمام وفي عندي كمان أسسوا مدرسة الألسنة دي كلها من مظاهر الحياة الفكرية في مصر وعندي أصدر صحيفة الوقاع المصرية حيانا يسألني متى أصدرت صحيفة الوقاع المصرية عام 1828 والـ 1827 والـ 1829 إذن الجواب 1828 يسألني على تواريخها حيانا طالب يعطي انتباه لهذه النقطة طبعا إنشاء كمان دار الكتب إيش المصرية هذا الكلام في مصر هذه كل الكلام في مصر حيانا بيقول لي أذكر بعض المظاهر وحيانا بيجيب ليها بإخطر الآن ننتقل لأبرز مظاهر الحركة الثقافية أيضا في بيت الشام أول حاجة عندي تولى كبار الأدباء مهمة تعريب الكتب أول نقطة اهتموا بتعريب إيش الكتب المدرسية المقررة أشهر الذين عربوا هذه الكتب أخونا ساطع الحصري إذن بمكن يقول لي سؤال ما الدور الذي قام به ساطع الحصري نقول له تعريب إيش الكتب المدرسية اثنين أسس محمد كرد علي المجمع العلمي العربي سنة 1919 ها أحيب أقول لي متى أسس محمد علي كرد المجمع العلمي العربي أقول لي سنة 1919 بيجيب لي أخطر أحيانا أسس محمد كرد علي المجمع العلمي العربي عام 1919 1918 1917 إذن نجاوب 1919 هذا نقطة أحيب أقول لي ما الدور الذي قام به كل من محمد كرد علي ساطع الحصري بقول ساطع الحصري قام بإيش بتعريب الكتب لكن محمد كرد علي قام بتأسيس المجمع العلمي إيش العربي طيب بقل ليعلل لماذا أسس محمد كرد علي المجمع العلابي الجواب بنقول له لنشر أداب اللغة العربية اثنين لإحياء مخطوطاتها ثلاثة تعريب كتب العلوم والصناعات إذن خل أخونا محمد كرد علي أسسا هذا المجمع عشان ينشر أداب اللغة ويحي مخطوطاتها ويعرب كتب العلوم والصناعات من أبرز مظاهر الحركة الثقافية في بيات الشام عندي أسست الجامعة السورية أول جامع عربية تعطبر أسست الجامعة السورية عام 1923 طبعا كانت الجامعة السورية وما تألفت عبارة عن المجمع العربي وعبارة عن كليتي الطب والحقوق فقط الآن نتقل الأول مدرسة عربية وأدبية عند مدرسة الإحياء طبعا لماذا سميت مدرسة الإحياء بهذا الاسم؟ طبعا الجواب لأن الأدب العربي أصابه الضعف في آخر أو آخر العصر المملوكي وآخر العثماني وأطلق عليه في هذه الفترة بالرجل المريض فجاءت هذه المدرسة بإعلامة وشعرائها لتبعثوا للشعر الروح وتبعثوا فيه القوة من جديد عشان يكسموها مدرسة الإحياء يعني أحية الشعر من بعد موته إيش أسباب ظهور مدرسة الإحياء؟ عندي أول حاجة إحساس كثيرين من المثقفين بوجوب إبراز رقية ثقافة عربية واثنين إنشاء جمعية المعارف التي عملت على إحياء العديد من كتب التاريخية والأدبية أيضاً عندي أنشاء وضاري كتب إيش العربية مينهم معلم ده السيد يحياء؟ طبعاً عندي محمود بارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف رصافي وكل شعب ندير الشعراء الأربع له لقب فمحمود البارودي لقب بربه السيف والقلم وأحمد شوقي لقب بإيش أمير الشعراء وحافظ إبراهيم لقب بشاعر النيل بينما معروف رصافي رقب بشاعر البؤساء والقومية ممكن يجيب لي هذا السؤال ويقول لي بما لقب معروف رصافي أو علل لقب معروف رصافي بشاعر البؤساء والقومية ويبقى إيش بدأ ركز على إيش اللي هو ألقاب هذه الشعراء كمان مهم هذا السؤال الآن بيقول لي علل يعد البارودي إمام النهضة الشعرية ورائد مدسة اليحياء ليش البارودي هو الإمام طبعاً نهضة الشعرية وكان رائد لمدسة اليحياء لأنه أول من نهض بالشعر وأعاد إليه روحه بعد مراحل من الضعف التي واجهته في العصر العم مملوكي وواخر الدولة العثمانية بقول لي ما الأمور التي عانت البارودي بالنهض بالشعر طبعا موهبته الشعرية وحفظه الكثير بالنماذج اللي هو الشعر القديمة وكمان قراءتي لنماذج قديمة للشعر في العصر العباسي بالذات هذا الشيء أدى أساعده لأنه ينهض بالشعر العربي من جديد طبعا إيش أهم الأعمال الأدبية لأخونا محمودي البارودي عندي مختارات البارودي وهذا عبارة عن كتاب كان يجمع فيه الشعر اللي هو الشعر الذي يعجب به إذنه عبارة عن مختارات من الشعر القديم كان يجمعها الشعر في هذا الكتاب في عندي قيد الأوابد وهو كتاب نثري وليس كتاب شعري فهو عبارة عن مجموعة أيضا من مختارات من أمور نثرية وأعمال النثرية وعندي ديوان البارودي وهذا ما ألفه محمودي البارودي من قصائد له أما خصاص مدس الإحياء طبعا تشمل كل المشورات الأربعة أول حاجة مجرات القدماء في مدنة رأسة تقليدية فتعتبر مدنة سليحياء من مدنة سليحياء لأنها جارة القدماء يعني كانت تقلد القدماء اثنين تعبير الشعر عن روح العصر نتيجة الوعي زي إيش عندي ظهر روح جديدة زي عند الوطنية والشورى وضوء المرأة عندي كمام ضمن خصاص مدنة سليحياء التمسك بعمود الشعر العربي وهنا فيه ممكن يجيني سؤال ما المصود بالشعر أو بعمود الشعر العربي نقول هو التقاليد الفنية القصيدة من حيث بناء القصيدة واسلوبها ولغتها وموسيقاها الآن كمان الخاصية الرابعة لمدنة سليحياء طبعا لو لاحظنا لأنها مدرسة تقليدية بتقلد إيش الأدب الجاهل والشعراء القدماء تعود أو اعتاد الشعراء القدماء أن يتعدد الموضوعات أو تتعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة لذلك لأن مدرسة سليحياء مدرسة تقليدية فكانت تقلد أيضا في تعدد الموضوعات إذن من خلال التقليد استشفينا إيش الخاصية الرابعة ويتعدد الموضوعات داخل القصيدة الواحدة وعدم الالتزام بالوحدة الموضوعية يعني القصيدة كلها مش فكرة واحدة بل عدة أفكار يعني بتبدأ بغزة اللي بتبدأ بوقف أطلاله فيها الوصفة وفيها اللي هو المدح والغرض الرئيسي للقصيدة الآن ما مظاهر التجديد التي رتبطت بالشعر البارودي طبعا عندي بعض المظاهر عندي أول حاجة الإحساس بوظيفة الشعر الاجتماعية والثقافية والفكرية وعندي هناك معاني جديدة أخذت تتصرب إلى شعرهم شوها المعاني الجديدة اللي هو زي الوطنية والشورى ودور إيش المرأة طبعا عندي عوامل دفعة البارودي وساعة البارودي لمعارضة شعارة العربية تكلمنا عنه في النقد اللي هو ما قدر على المجرى وقدر على الابتكار يعد معروف رصافي من شعر مدرسة الحياة دلل على ذلك ليش معروف رصافي من شعر المدرسة لأنه صار على نهج المدرسة ولأن العلم عنده كان يضمن الحياة ولأنه دعا إلى اختران العلم بالأخلاق والعمال ولأنه تم بشؤون الوطن والناس فدعا إلى حرية الرأي وإخراج المرأة من عزلتها وإنصاف الطبقة البائسة لذلك لقب معروف الرصافي بشاعر البؤساء وشاعر القومية ودعا العرب أيضا إلى توحيد صفوفهم وإحياء ماضيهم طيب ليش لقب معروف الرصافي بشاعر البؤساء والقومية لو قال ليش لقب نقول ليش لقب بشاعر البؤساء لأنه دعا إلى أنصاف الطبقة الفقيرة والمغلوب على أمرها وليش لقب بشاعر القومية لأنه دعا العرب إلى توحيد صفوفهم وإحياء ماضيهم نجل أن المدرسة الثانية مدرسة الديوانة على العجالة طبعا مدرسة هذه تعتبر مدرسة نقدية حديثة وأيضا وظهرت كردة فعل على مدرسة الإحياء تمام فهذه المدرسة خرجت لتنقض المدرسة الصابقة لها كيف نشأت مدرسة الإحياء؟ طبعا ردا عن مدرسة الدوان آسف ردا عن مدرسة الإحياء الذين صاروا على نهج القدماء فهذه المدرسة متناقضتين فمدرسة الإحياء تقليدية بينما مدرسة الدوان حديثة أو تجديدية تنشوف الفرق بينهم طبعا نبقل ليش ععرف مدرسة الدوان بس هذا من باب الفكرة مداز سدوان هي عبارة عن مدازة أدبية نقدية تمام حديثة نشأت في مصر في النصف الأول طبعا من القرن العشرين إذن متى نشأت مداز سدوان في القرن العشرين مش التسع عشر ولا التسع عشر طيب إلى ما دعت مداز سدوان دعت إلى التمرد على الأساليب القديمة المتبعة في الشعر العربي سواء كانت تقليد في الشكل أو في المضمون طيب لماذا سمت مداز سدوان بهذا الاسم طبعا نسبة إلى كتاب الدوان في الأدب والنقد إذن يعتبر كتاب الدوان كتاب أدبي نقدي الذي ألفه العقاد والمازني طب بينهم شعر مداز سدوان عندي ثلاث شعراء لمداز سدوان عبد الرحمن شكري وعباس محمود العقاد واخونا إبراهيم المازني شكر والعقاد والمازني هم أعلام مدازة الديوان طبعا هناك في سمات مشتركة تجمع هؤلاء الشعراء الثلاثة إذن ما السمات التي تجمع شعراء مداز سدوان طبعا عندي ثورتهم عن الأوضاع الاجتماعية والظروف السائدة والصعبة اثنين تأثرهم بالثقافة الأدبية الإنجليزية إلى جانب ثقافتهم العربية هذو الاثنتين نقاط مشتركة بين شعراء الثلاثة طبعا إذن جهود أصحاب الدوان وأراهم في الشعر العربي أمنوا بضرورة استيعابه لموضوع جديد بيقول لك أن شعر نواسع يستطيع أن يستوعب أكثر من موضوع الشعر وأكثر من غرض من صاحب كتاب عابر سبيل طبعا أستأل لما العمل الأدبي ما نوعه أو لمن ينصب العمل الأدبي الآتي كتاب عابر سبيل يقول كتاب عابر سبيل لأخونا العقاد أو محمود العقاد تمام طبعا الموضوعات بتكلم فيها هذا الكتاب بتكلم عن اللي هو موضوعات جديدة فمن إسم الكتاب نقول عابر سبيل يعني ما يشف الطريق إنسان ما يشف الطريق شو يشوف يشوف الشوارع وبشوف الدكاكين وعسكر المرور واصداء الشارع وواجهات الدكاكين لدي كل الشغلات وصفها بشكل كتابه عشان يقسمها عابر سبيل طبعا هذا الكتاب عبارة عن كتاب مهم جدا وهو حافل بمواضيع تتعلق بحياة الشعوب بما وصف العقاد وشكري والمازني أنفسهم وماذا أطلق عليهم النقاط طبعا العقاد وشكري ومازني وصفوا أنفسهم بأنهم أصحاب المذهب الجديد لأنه مادسة الجبنية كانت تقليدية هم يجوا عكسهم فهما يجوا بشعر جديد إذن وصفوا أنفسهم بأنهم أصحاب المذهب ايش الجديد وأطلق عليه من نقاط اسم مدرسة الديوان ليش نسبة إلى كتاب الديوان الذي ألفه العقاد والمازني طيب ما الغاية وما الهدف تمام من اللي هو نشر كتاب الديوان ليش العقاد والمازني ألفوا كتاب الديوان يجواب أول حاجة ناس عملت إشي جديد فبدأت بين حالة شهرة يعني الإبانة عن المذهب الجديد في الشعر والنقد وفي الكتابة وكمان عشان يفسروا بين العهدين عهد المحافظين وعهد إيش المجددين لأن المحافظين اللي هو مدرسة اللي هي مدرسة محافظة حافظت على القديم في تقليدية مدرسة الديوان مدرسة جديدة تجديدية جددت في أغراض الشعر الجديدة هذا لو قلنا بما وصف أنفسهم أما لو سئل بما وصفوا هم ما بإيش وصفوا أو بما وصف مذهب مدرسة الديوان طبعا وصف مذهب مدرسة الديوان بأنه مذهب إنساني وعربي ومصري علل لماذا وصف مذهب مدست الدوان بأنه إنساني أو عربي أو مصري وصف إنساني لأنه يعبر عن الطباعة الإنسانية وأيضا وصف اللي هو عربي لأنه يتخذ من العربية لغة له ووصف مصري لأن رواده كلهم مصريون نعم على العكس مدست الإحياء طبعا عنده معروفة صافي عراقي طبعا لماذا ركز العقاد على نقد أحمد شوقي بالذات وكيف نقده طبعا الأحمد شوقي بالذات لأنه أحمد شوقي كان الممثل الأبرز لشعر المحافظين والمقلدين طبعا كيف نقده نقده من خلال وقوف على قصيدة شوقي التي رثى فيها الثائر المصري محمد فريد أحمد شوقي قتب قصدتين في الرثاء مرة رثى اللي هو محمد فريد ومرة رثى مصطفى كامل في التنتين نقده من أخونا في الأولانية نقده وقاله أنت كومة الرمل لكن في التانية قاله أن الشاعر أحمد شوقي هو من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصي أشكالها وألوانها تمام؟ هذه النقطة مهمة جدا خصاص مدسي الديوان طبعا اهتمام بالجانب الفكري في القصيدة اثنين التحفظ على شعر المناسبات ممكن يقول لي علل بقول له أن أنا وظيفة الشعر أسماع من أن يكون صدى لمناسبات تعرض فقط ثلاثة التحرم للقافية الواحدة تمام؟ والدعوة لتنوع القافية فهذا الشيء من سميع الشعر المرسل احنا كنا منعرف أن القصادي بتنتي بحرف واحد تمام دم سميع الشعر المقفى القافية واحدة أما إذا نوع الشعر في قصيدة ما رأب يجيب ليها بتنتي بميم مرة بنون مرة ببسين إذا غير في الحرف من سميع الشعر المرسل وسمي مرسلا لإرساله أي إطلاقه وعدم تقيده بحرف واحد إذن ما المصود بالشعر المرسل هو الذي لا يلتزم بالقافية الواحد يعني قصيدة مش كلها ميم 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 أو نون 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 ميم نون يعني مكسرة الخافية قدم سمية الشعر المرسل ممكن يقول لي عارف الشعر المرسل أو ما المصود بالشعر المرسل أو الشعر المرسل من خصاص مدرسة إيش الديوان ولا الإحياء ولا المهجر ولا التفعيلة يتطالب دوكون عارف الشعر المرسل من خصاص مدرسة الديوان أخيرا اللي هو آخر الخصائص اللي هي الوحدة العضوية فالقصيدة عند مدرس الإحياء الديوان كانت كالكائن الحي لكل جزء فيها وظيفته يجب أن تتألف أبياتها بحيث تطابط الأبيات بالفكرة الواحدة طبعا الآن مدرسة المهجر طبعا من هم أدباء المهجر طبعا هم أدباء من اللي هو سوريا ولبنان شباب كانوا عايشين في سوريا ولبنان عاشوا الاضطهاد وعاشوا صعوبة ومرارة العيش ففكروا بالهجرة والابتعاد عن الوطن فهاجروا من سوريا ومن لبنان فسمي أدبهم بالمهجر لهجرهم عن أوطانهم إذا من هم أدباء المهجر هم جماعة من الأدباء من سوريا ولبنان هجروا بلادهم لعدة أسباب طبعا ما الأسباب التي جعلتهم من يتركوا بلادهم ويخرجوا منها أول حاجة الباحث عن العمل ثاني حاجة طلب العلم ثلاث حاجة استكشاف عوالم جديدة رابع حاجة الهروب من كبت الحريات اللي في البلاد عنده كان سائد طبعا لما نصافر دولار الشباب أين استقروا طبعا نتكلم عن شباب مثقفين في الأدب يعني شعراء استقر منهم جزء استقر اللي هو في المهجر الشمالي يعني في أمريكا واللي رأى على أمريكا أسسونا غاد الرابطة القلمية إذن المهجر الشمالي أسسوا الرابطة القلمية سنة إيش سنة 1920 طيب مين كان رئيس الشباب هدول أو مين كان يتزعم هذه الفرقة أو هذه الرابطة أخونا جبران خليل جبران طالب دميز بين اسمين الآن في عندي جبران خليل جبران قبل شوي ورد معي أو ورد معنا جبرى إبراهيم جبرى في فارق بين جبرى إبراهيم جبرى وجبران خليل جبران جبران خليل جبران من شعراء مدرسة المهجر الشمالي جبرى إبراهيم جبرى هذا إجا معانا في توظيف الأسطورة أو في الأسطورة ترجم أسطورة أدونيس تمام فالطالب عشان من تبسش عليه الأمر لأن الأسماء قريبا من بعضه متشابهة شوي إذا نخونا جبران خليل جبران كان هو رئيس الرابط القلمية وهو كان موجود بالمهجر الشمالي يعني في أمريكا طبعا لكل مهجر أو لكل شعراء مهجر رئيس وأعضاء من أعضاء اللي هو المهجر الشمالي مخائل نعيمة وإيلي أبو ماضي ونسيب عريضة دول كلهم من إيش الأعضاء حينجيب لهم إخطر هدولا كمان المهجر الجنوبي فريق التاني رأي عن المهجر الجنوبي اللي هو في البرازيل إذن المهجر الشمالي أمريكا والمهجر الجنوبة البرازيل في اللي راحوا في البرازيل أو الشباب اللي راحوا في البرازيل من شباب سورة و لبنان أسسوا العصبة الأندلسية أسسوا العصبة الأندلسية سنة قدش 1932 يعني بعدهم قدش ب12 سنة تقريبا طبعا برئاسة من من الزعيم من الرئيس اللي كان يتولى هذه الفرقة أو هذه العصبة الأندلسية أخونا ميشيل المعلوف ومن الأعضاء اللي يلحقوا فيه أخونا إلياس فرحات ورشيد الخولي الملقب بالشاعر القراوي طبعا ما مميزات المحجر الشمالي والمحجر الجنوبي من حيث التجديد طبعا المحجر الشمالي رفع لواء التجديد إذن يعتبر زي ما درست من الديوان والآن es certeza مدرسة مجددة وانتقض شع thee لكن المحجر الشنوبي صاروا على نهج المحافظين أهوا الثنين انقسموا الثنين عكس بعض اللي روا على الشمالي أمريكا جددوا في الشعر اللي روا على البرازيل حافظوا على الشعر يعني كأن هذه المدرسة تنقسم لقسمين منهم من اتبع الدوان ومنهم من اتبع مدرسة اليحياء فالمهجر الشمالي يتبعون مدرسة الديوان والمهجر الجنوبي يتبعون مدرسة اليحياء فالمهجر الشمالي رفعوا لواء التجديد بل الجنوبي صاروا على نهج المحافظين طبعا بالمهجر الشمالي كما انتحرروا من قيود الشكل والمنضمون وانتقدوا شعر القديم أما المهجر الجنوبي اهتموا بجزالة الأفواز عن صعوبتها والتزموا بقواعد اللغة العربية هذه أبرز المميزات في التجديد بين المدرستين أو بين المجرى الشمالي والجنوبي أما أهم الفنون الأدبية الطالب اعتباله لو سألني على الفرق والمميزات بين الشمالي والجنوبي بالتجديد والفرق والمميزات بين المجرى الشمالي والشمالي بالفنون الأدبية الفنون الأدبية شباب وطلاب اللي هو عندي المهجر الشمالي الشعر الوجداني والإنساني شعرهم كان شعر وجداني وإنساني بينما المهجر الشنوبي كان شعرهم قومي في المهجر الشمالي كان شعرهم رمزي وفلسفي لكن في المهجر الجنوبي كان شعرهم تأملي في المهجر الشمالي كان عندي أبدع في القصة والرواية يعني اهتموا بالنثر مثل رواية الأجنحة المقصورة أو المتكسرة هاي كمان سؤال مهم هذا جابوا في 2017 في الإكمال ومجابوا ليش في الرواية الأجنحة المتكسرة اللي هو أنسب العمل الأدبي يقل ما نوع العمل الأدبي الطالب اعتباله قد يسأل على نوع العمل الأدبي أو مين صاحب العمل الأدبي إذن الأجنح المتكسرة عبارة عن رواية إذن نوع العمل الأدبي رواية وصاحب الأجنح المتكسرة جبران خليل جبران فالطالب يعطي اهتمام لهذه النقطة كمان في المجرى الشنوبي شعره كان قومي شعره كان تأملي شعره كان أسطوري وهي مطولة عبقر أي كمان عبقر ممكن يقول لي منوع العمل الأدفي في عبقر ونقول له مطولة طيب من صاحب العمل الأدفي في عبقر ونقول له شفيق إيش معلوف طبعا النثر الفني كان ضئيلا لديه على عكس مين المهجر الشمالي خصاص مدس المهجر مع التعنيل بيقول لي أول حاجة الحنينة للوطن طبعا أي إنسان منبدو عن وطنه بيشتاق لوطنه طيب علل ليش كانوا شعرهم في حنينة للوطن لأنهم اكتبوا بنار الغربة طيب الخاصية الثانية اللي هي الامتزاج بالطبيعة طبعا ليش امتزاج شعرهم بالطبيعة لأنهم وجدوا أن الطبيعة اللي هي راحة لنفوسهم المتعبة وملاذا يجدون فيه السعادة طبعا اللي هو كمان كان شعرهم تكاملي طب ليش أو آسف تأمني ليش لأنه رغبة في الكشف عن أسرار الحياة وتحقيق مثل عليا وخالدة كمان منضمن اللي هو خصائصها للمدسة النزعة الإنسانية طب ليش كان عنده بنزعة إنسانية لأن قلوبهم كانت متسعة بالحب المطلق لكل الوجود فنقموا الظلم فكانوا ينتقدون الظلم الواقع وينتقدون أيضا الظالمين وأفعال الظالمين آخر خاصية لمدرسة البيهجار اللي هي الابتعاد عن الخطابية المباشرة والاعتماد على الهمس في التعبير لو قال لي عليا ليش بقوله لأن الهمس يجعل المعاني تتصرب إلى النفس كما يتصرب الماء إلى جذور الأشجار هذا بالنسبة لمدرسة ايش الديوان إن شاء الله إن شاء الله يعني إحنا أكيد بنا ناخد فاصل قصير وريحك أستاذ يعني ساعدنا وشيء إن شاء الله تعالى أنا متواصلين أكيد على الشهر الحر بعد هذا الفاصل قصير أستاذ كرام الطناني ومتابعينا ومستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بك أستاذ حياك الله يا أبو محمد أو مع شان ما حكيتش كتير يمكن آه يبدو هيك يعني كل احترام في التقدير أكيد الله أعطيكم العافية يعني جهود غير طبيعي ولحظات حاسمة للطالب الفلسطيني صحيح لأن الآن بنا نبدأ ونراجع الشهر الحر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى بإذن الله من جديد طلابنا وطلباتنا العزاء نستمر من المدرس الأدبية والشعرية المقرر معنا الآن المدرس الرابع المدرس التفعيلة وما يسمى بأشعر الحر طبعا لو قلي تحدث عن نشط مدرس التفعيلة بشكل سريع طبعا نظرت المدرسة كثورة على الشكل التقليدي للقصيدة القديمة في بنائها الموسيقي خاصة يعلل يعتبر شعر التفعيلة تغييرا حاسما في تاريخ الشهر العربي ليش لو سألني ليش بقوله لأنه ارتبطه بتحول عميق على صعيد بناء الموسيقي فتغير الشكل طبعا طول عمرنا القصيدة معروفة نظام شطرين الآن صارت نظام سطور هذا الشكل تقليدي أو هذا شكل آسف جديد جدا عشان هيك أعمل التغيير واضح في شكل القصيدة الآن رواد شعر التفعيلة اللي هي شعر العرقية نازك الملائكة هي الرائدة تزعمت هذه المدرسة في قصيدتها المشهورة اللي هو الكيلورا أو الكوليرا وسندها وشاركها اللي هو أخونا بدر شاكل السياب في قصيدتها المشهورة هل كان حبا ومن دوانه اللي هو أزهار ذابلة كمان علل نازك الملائكة رادت المدرسة التفعيلة طبعا ليش علل لأنها جمعت بين التطبيق والتنظير في قصيدة الكوليرا اللي خسرتها عام 1947 لماذا تعليل تسميت المدرسة بالإسم أو بالتفعيلة لأنها اعتمدت التفعيل أساسا للقصيدة لا البيت الشعري مكون من الشطرين طبعا أبرز أعلام مدرسة تفعيلة في الوطن العربي طبعا أول من قامه بشعر التفعيلة وأول من دعł إليه للعراق أو نازك الملائكة اللي هي في العراق ولحقها الدول العربية بلشت تكتب اللي هو في الشعر الحر أو شعر التفعيلة عنا في العراق نازك الملائكة بدل الشكل السياب وعبد الوهاب البياتي لدينا في فلسطين فضوى طوقان وحمود داريش وسميح القاسم لدينا في مصر صلاة عبدالصبور وأحمد عبدالمرط الحجازي لدينا في سوريا نزار قباني لدينا في لبنان أدونيس أو خليل الحاوي طبعا هذا السؤال بجبولية طبعا نفق إخطاب ديكون الطالب عارف في كل دولمين الشعراء اللي يتكلموا عن الشعر الحر طبعا العوامل التي ساعدت على ظهور مدلسة تفعيلة عند عدة عوامل واحد الاتصال بالغرب والتأثر بالشعر ومذهبهم الأدبية اثنين تأثرهم أو تأثر رواد المدرسة بالشعر الإنجليزي وخاصة شعر تا.سين.إليوت ثلاثة انتماء كثير من المثقفين العرب إلى طيارات ومذهب سياسية وفكرية طبعا نتيجة الصراع بين العسكريين خلال الحرب العالمية طبعا ظهور حركات التحرف في معظم الدول العربية بعد الحرب العالمية الثانية كان هذا برضو له الدور والعوامل الأساسية في ظهور ثاني حاجة الهروب من التناظر في شعر الشطرين واعتماد وحدة التفعيلة ثالث حاجة التخلص من رتابة القافية الموحدة رابع حاجة اللي هو اعتماد النزعة للدرامية المدرسة الوحيدة اللي اعتمدت النزعة للدرامية يعني شخصيات وكذا في القصائد هي مدرسة التفعيلة وآخر خاصية اللي هي توظيف الأساطير اللي أنها وصفوها أنها وسيلة تعبر عن تجارب عائشة الإنسان القديم هذا أهم شيء في مدرسة التفعيلة الآن نتكلم عن شعر فلسطيني بشكل سريع طبعا مدى بدأ شعر فلسطيني جاءبوه سنة الفات طبعا بدأ شعر فلسطيني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر طبعا ما أهم الأحداث والتغيرات التي تعيشها شعر فلسطيني طبعا سيطة 80 على فلسطين اهتمام صراطيب العلم والعلماء انفراد الأتراك بمناصب الحكومية وحرمان العرب منها منظمات والجميع السريطة طبعا دي الأسر الحفظ طالب يعني بدو حفظها وإصدار الصحف في المجلات التي طالبت بحقوق العرب وبالاستقلال ما النتج بترتب على هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى أول حاجة جاء الإنجليز بحجة مساعدة العرب على التخلص من العثمانيين لكنهم تحولوا إلى استعمار جديد في هذه الدول اثنين سوء الأحوال عند العرب وخاصة السياسية ثلاثة صدور وعد بلفر المشؤوم في 2011-1917 ظهر عندي أدب جديد في الشعر الفرسطيني ليسميه بأدب المقاومة أو أدب الثورة وبركزه كثير كثير عليه وهذا سؤال متكرر أكثر من أكثر المتحان طبعا لو قال لي من مصود أو عرف أدب المقاومة أو أدب الثورة منقول له أدب يقوم بدور الرفض والتمرد على الاحتلال ويقوم بتوجيه الجماهير نحو المحافظة على وجودها الحضاري طبعا من الدور الريادي الذي أداه شعر المقاومة في فرسطين سنقول أنه كان له دور كبير الشعر في تحريض وتحميث الشعوب ضد الاحتلال إذن كانت تجربة شعر الفرسطين تعبر عن واقع شعبهم وهمومه فقاموا بتحريض الجماهير وتبصيرها بالمكائد والدسائس وشحن همامها وطاقاتها نحو الحرية والاستقلال طبعا لماذا شعر الثورة لابد أن يكون واعيا بطبيعة كل مرحلة ومتطلباتها من الهدف التي تستطيع الثورة تحقيقها السبب أن شعر الثورة يسوق تجربته الشعرية من واقع قضايا شعبه وهمومه الآن في عندي قصيدة مهمة جدا هي قصيدة المشرط طبعا للشعر فلسطين عبد الكريم الكرمي المراقب بزيتونة فلسطين هذه القصيدة من القصيدة مهمة جدا والمحتمل أن تكون سنادي إن شاء الله جاية طبعا عبد الكريم الكرمي لو أعمال أدبية كثيرة زي من فلسطين ريشتي ولو كتابه النثري زي كفاء عرب فلسطين طبعا مناسبة للقصيدة اللي هو عاصر الشاعر عاصر الشاعر نكبة فلسطين عام 1948 وتشهيد الشعب في الصين في المنفى بعد أن عذبوه وسلبوا أرضه ومقدساته طبعا تأثر الشاعب على وطفه الجياشة وحسه المرهف لشعبي وأهلي فنظم وكتبنا هذه القصيدة العاطفة كتبوا السيطرة على الشاعر في القصيدة هذه عاطفة وطنية طبعا نابع من حزن الأسى على ما أصاب شعبه من أسى ومصائب وجروح ومعاناة وعنده ظهرت كمان عاطفة الشوق الحنين للوطن لأنه كان مبعدا وعند عاطفة الأمل والتفاول في استرداد الوطن المسلوب هل وفق الشاعر في اختيار عنوان قصيدة بالمشرد؟ ولماذا؟ طبعا وفق لأن كلمة المشرد توحي بالحالة الإنسانية المأساوية التي يعيشها الفلسطيني فكلمة المشرد اسم مفعول وهذا يدلل على أن الفلسطينيين هاجروا من فلسطين قصرا وعنوة هذا بالنسبة للشاعر الفلسطيني بالنسبة لفن القصة طبعا السنة فات جابوا القصة لكن برضو إحنا حيجيط القصة مهمة يعني ممكن يقول لي عارف القصة من قوله هي سرد ناثل يصوي القطام من الحياة يشمل على حادثة أو أكثر ويعبر موقف تايمة ألف الموضوع مستقل بالشخوص لو قال لي تاليح قصة حيقول له يرجع له منتصف القرن 19 لو قال لي ترصقت أصوله متى بقول له في القرن العشرين لو قال لي وصلت قصة القصيرة للأدب العربي إلى طريقة أن يذكروا ما بقول لي ويقال اللغات الحجنبية واللقمة في دول الغرب لو طلب منيocks متى كانت الوجها الحقيقية للقصة بقول له سنة 1917 لو قال لي من هو رائد القصة القصيرة للأدب العربي س سأبأل هو أن يقول له محمد طيمور لو قال لي قصة في القطار ويمين سأقول له لمحمد طيمور أين نشر محمد طيمور قصته في القطار بقوله في صحيفة الصفور لو قال لي ما الموضوعات تحدثت فيها قصة اللي هو في القطار بقوله تناول قضية التعليم الفلاحي المصر والظلم الاجتماعي الواقع عليه في ذلك الوقت طبعا عندي ظهر بعض الأدباء والرواد للقصة القصيرة في الدول العربية في مصر ظهر عندي يحيح حقي يوسف إدريس من سوريا ظهرت عندي غادة سمن وزكريا تامر من فلسطين ظهرت عندي سبير عزام ومحمود شقير ومن السودان الطيب صالح ومن الجزائر الطهر والطار عندي اتجاهات للقصة عندي اتجاهين عندي القصة الرومانسية وعندي القصة الواقعية طبعا قصة الرومانسية بتتكلم عن الأحداث المشاعر والعواطف والجياشة طبعا مثال قصة الرومانسية زي قصة اللي هي في مرجع العروس لجبران خليل جبران أما القصة الواقعية تهتم بالتصوير الواقع وتهتم بالحياة الاجتماعية السائدة ومثال الذي هو عندي للقصة الواقعية زي قصة أرض البتقال حزين لأخونا غسان كنفاني طبعا هذه القصة بتصور اللي هو ما سات فلسطين التشارد والمقاومة مما العودة والتحرور من الاحتلال طبعا بنسبة عن ناصر البناء اليدرامية وعن ناصر بناء القصص القصة بدأت ركز على الشخصيات الشخصيات اللي بنوعيها من حيث تأثير التأثر النامي والثابت بدأت ركز على الشخصيات اللي هي حيث الأهمية الرئيسية والثانوية بدأت ركز على الحدث بدأت ركز على الصراع والعقدة وبفارق بينهم طبعا بالنسبة للصراع والعقدة اللي أنا مهمة جدا طبعا الصراع ينشأ من تصادم الأفعال بين الشخصيات بينما العقدة تكون اللي هو لحظة التأذن في الصراع تمام بالنسبة لما كانوا الزمان والحل هذا كله إيش والسارد والحوار هذا كله من عناصر القصة بدأ إيش أركز عليها في عندي فن السيرة الذاتية مهمة جدا أنا كمان مرة بركز بقول للطلاب فن السيرة الذاتية مهم جدا 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 لطلاب الأدب وطلاب العلم كمان يعني المرجح والمرشح أن تكون السيرة الذاتية إن شاء الله السنة هذه هي اللي جاية فالطالب يعطيها اهتمام كبير 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 بالنسبة لفن السيرة ممكن يقول لي عرفها بقول له هي فن أدب يتناول فيه الكاتب حياة إنسان يسجل فيها أعماله ويقوم بتحليله والتعليق عليها بالنسبة لما تنشأت السيرة بدي أقول له طبعا هي كانت قديمة السيرة قديمة طبعا يرجع بعض النقاط نشأتها وكتبت سيرة فلاسفة اليونان طبعا أول كاتب عالم يوناني كتب عن السيرة وهو جالي نوس وتعتبر سيرة ذاتية فلأنه تحدث فيها عن نفسه وتعتبر أقدم سيرة في التاريخ طبعا أشهر السيرة في الأدب العربي عندي سيرة عنطرة وتعتبر أقدم سيرة عربية وعندي سيرة ابن هشام وتعاد سيرة غيرية لو قل لي علل لو قل لي علل سيرة ابن هشام تعت سيرة غيرية ليش بقوله لأنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لي ما المقصود بالترجمة الأدبية طبعا الترجمة الأدبية عبارة عن سيرة قصيرة موجزة لو قل لي علل استخدم كتاب السيرة قديمة مصطلح الترجمة بقوله لدل على تاريخ الحياة الموجزة للأفراد زي ابن خليكان في كتابه وفيات الأعيان لو قل لي علل تعد الترجمة الأدبية أكثر اختصارا من السيرة بقول له أن الكاتب تناول أهم الأحداث التي مرت في حياة المترجم له لو قل له أنواع السيرة من حيث المضمون في عندي السيرة من حيث المضمون قسم القسمين السيرة أدبية والسيرة التاريخية وفي عندي السيرة السياسية لو قل له أنواع السيرة من حيث الشخصيات بقوله السيرة الذاتية والسيرة اللي هو الغيرية طبعا بتعطي اهتمام وبالي من الغاية من كتابة السيرة الذاتية والغاية من كتابة السيرة الغيرية طبعا بتركز على القديمة والحديثة ومن أشهر السيرة القديمة والحديثة ومن أشهر أصعابهم الآن لو بدأتكلم عن ملامح السيرة وخصائصها ملامح السيرة وخصائصها في عندي أول حاجة الروح القصصية من خصائصها ومن السيرة ليست تاريخة لحياة الإنسان بمعنى الدقيق ولكن تشكل جزء من التاريخ والخاصية التاتة التي هي تصوير العادات الاجتماعية لحياة الأمم ونركز على سيرة إحسان عباس وهي غربة الراعي مهمة جدا جدا نحن لضيق الوقت ونحن نتكلم عن سيرة إحسان عباس لكن ما فيش عند وقت كافي لكن الطالب يعطي اهتمام جدا لسيرة إحسان عباس غربة الراعي لأنها مهمة جدا بالنسبة لفن المصرحية برضو من دروس المرشحة فن المصرحية لو ممكن يقول لي عرف المصرحية بقول له هي فن أدب نثل أو شعري يتناول قصة تمثل في المصرح لو قل لي عرف المصرح بقول له هو المكان الذي يعد عددا مقصودا لمثل عليه بعض الأفراد قصة أمام الجمهور لو قل لي التحدث عن تاريخ المصرح بقول له نشأ المصرح في القرن الخامس قبل الميلاد لو قل لي نشأة المصرح في الأدب العربي تحدث عنه بقول له مرة المصرح في الأدب العربي بمراهل عديدة طبعا عرف العرب قديما المصرحية في أشكال متعنوعة زي مشاهد النال الفروسية واحتفالات الزواج والأسواق الأدبية ومشاهد الزجالين طبعا ميلاد المصرح العربي كان في سوريا عام 1847 على يد اللبناني المشهور مارون النقاش في أول مصرحية لو كانت مصرحية البخيل التي ترجمها ومثلها وأخرجها بنفسه وعندي تعددت الفرق التي كانت تقوم بدور المصرحيات في عندي أول فرقة في مصر ظهرت أول فرقة في مصر وفرقة رمسيس طبعا كان مسؤولها يوسف وهبي وكان أشهر مصرحياتها التي تكلمت عنها مصرحية أولاد الذوات وكان أحمد شوقي إمام المصرح الشعري والعربي وأشهر مصرحياته الشعرية مصرح كيلوي بطرة وكان عندي احتكاك العرب بالثقافات الأجنبية والغربية له الدور المهم في نشأة المصرح وأيضا انتشاره الآن الدراما أو العمل المصرحي طبعا عند المكان والزمان وعند الشخصيات والحدث والصراع والأساس المصرحية هذا كله البناء الدرامي للمصرحية طبعا عند نواع المصرحي عند الملهاء وهي الكوميديا وهي تتحدث عن شخصيات عادية تكون مضحكة غالبا وعند المأساة لهي التراجيدة وهي شخصياتها ذات المكانة في المجتمع وتعالج قضية هامة وخطيرة وتنتهي غالبا بنهاية حزينة مثل موت البطل عندي بعض الفروق بين قصة المصرحية لازم الطالب يركز فيها طبعا القصة والحوار والكلام هذا المهم جدا والزمان والمكان وإيش كمان اللي هو كاتب القصة يختلف عن كاتب المصرحية بهيك احنا طلابنا وطالباتنا حاولنا قضاء الإمكان أن نتكلم عن أكثر دروس المهمة وحاولنا قضاء إمكان نركز ومسلط الضوء على أهم الدروس المهمة جدا بهيك احنا نتمنى أن يكون الطلاب كلهم منبسطوا معنا واستمتعوا والسفادوا إن شاء الله يا رب وتكون وصلت الفكرة ووصلت إلى الأراءة تبعتنا وبدئنا إن شاء الله لك جميع الطلاب إن شاء الله يا رب الله أعطيك العافية الجهد الطيب والمتواصل على مدار ثلاثة أيام وسعداء بوجودك معنا يعني بدنا في الآخر بعد النصاء التي توجهها للطالب في مدة اللغة العربية للأداب والعلوم وورقتين وساعتين ويومين ورمضان يعني بدنا بعد النصاء من خلال خبرتكم أول حاجة إحنا طلابنا العزاء أول حاجة منوصيهم الاطمئنان والتركيز وعدم التصرع وعدم القلق الطالب بتوتر كثير عند الامتحان خاصة في اللغة العربية لأنه ورقة أولى ورقة ثانية خاصة إذا كان الورقة الأولى صعبة شوي أو الطالب يعني شوية كان عنده بعض الأخطاء بتلاقي إيش بنصدم فالورقة الثانية يعني بيكون متأثر جدا ومتوتر وقلقان وكذا احنا نقول خلي الطالب يزيد سقط بنفسه الطالب يعتمد على أول حاجة على الله أولا ثم على دراسه واجتهاد ورطبا على كل مجتهد نصيب والذي بتعب وجد واجتهاد أكيد سيلاقي ثمرة ويقتفها طبعا بدوا راعي كتير الأمور ونقاط بدنا نتكلم عن أول نقطة أنه لازم يجاوب بالقلم الأزرق في كتير طلاب بيجاوبوا بالرصاص طبعا الطالب إذا جاوب بالقلم الرصاص طبعا صلح ورقته في لجنة هذه الشكلية عشان يبدو ركز في القلم الأزرق بالنسبة للتعبير يحاول الطالب يكتب أقدر قدر ممكن يحاول يركب أفكاره يرتبها يحاول يحسن خطه يركز كمان بالنسبة للتعبير دائما يخليه لآخر حاجة يتكلم فيها لأنه عشان ما يروحش الوقت منه ما يسرقش الوقت منه كمان الطالب يحاول السؤال اللي بيقى الصعب يقف عنده ما يضيعش الوقت يسيبه يعني ويرجع يكمله بعدين في آخر الحاجة بالنسبة لأسئلة العروض يخلي العروض دائما للآخر لأنه بده شوية جهد وشوية وقت وبيخد وقت العروض دائما التعبير والعروض يخليه بالطالب لآخر شيء بالنسبة لأسئلة المطالع والنصوص دائما الأسئلة بتتكلم عن اللي هو بتكون أسئلة فهم عام فالطالب أحيانا يعني بيكونش عارف الإجابة الصحيحة ما يتركش السؤال فاضي يعني أنا بده أقول للطالب ما تنتركش حاجة فاضية حاول قدر الإمكان حوم حول الحمى يعني حط حول الإجابة الصحيحة بالآخر بالأول يعني إذا ما خدتش غلط يعني تاخد لك إيش نص إذا ما خدتش صح كامل تاخد نص بالدركز كمان مرة طالب ما يتصراعش في الجواب خاصة في القواعد خاصة في أسلوب الاستخرج نعم أقول استخرق من القطعة في خاصة في صوى بالغلط ما يتصراعش خاصة في مثل كمان يتصراعش يكون يحل بهدوء برواغة الطلاب كتير بيسألونا إلى العراب الساز والعراب والعراب أنا يعني لم أخذ فكرة أن الطلاب يعني بيهتموا كتير في العراب وكأنه كل امتحلقة العربية العراب العراب مطلوب مش مش مطلوب لكن مش بالشكل اللي بعمل الطالب أجواء توطر وهذا فيعني الطالب برضو دوزيد ثقته بنفسه بجين أسل التعرب لكن خفيفة إن شاء الله وإحنا بنتمنى أنه تكون السنة هذه المتحنات مبسطة وسيلة بنتانوال لجميع ومنتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع الطلاب وربنا يوفق الجميع وميزه إن شاء الله ونجاح الجنة إن شاء الله أكيد إحنا بيتمنى لهم التوفيق والنجاح ويعني أكيد لكل مجتهد النصيب ويعني أوقات بسيطة وسريعة بتمور على الطالب يعني إن شاء الله بكرا نحن نكون في الاستعداد لجو النفسي مع الدكتور عبد الكريم المدهون أخصائي ومتخصص من جامعة فلسطين هحكينا يعني الطالب هد حاله وحيحكينا بعض النصاع وكيد الطالب يعني سعيد أن يكون ويستمع لهذه النصاع بعد جهد يعني عمدار أربعة وخمس شهور من القراءة والمتابعة وصهر الليالي وجاي رمضان علينا الله يكون لهم معين الطلاب نحن السعادة بوجودك أستاذ إبراهيم وأشكرك أستاذ أبو معاد يعني لتشريفك وضغط الوقت وجهد يعني وقت العصر ووقت ضروة ووقت قيلورة ولكن مع ذلك يعني حاولنا على قدر المستطاع طلابنا العزاء مع الأستاذ إبراهيم الداية ملخصات للغة العربية وتعودنا في كل حلقاتنا أن تكون مفاتيح من خلال مادة معينة مفاتيح للحل مفاتيح سحرية تسهل على الطالب وتوسط عليه كيف يدخل للمفتاح وأكيد أهم شغله دائما هو قراءة الورقة بتمعهم وبالراحة يعني وما يستعجلش بقراءة الورقة على راحته ومثل ما حكى لأستاذ إبراهيم يعني بعض النصاح أكيد شكرا لكم لاستماعكم إنا لهذه الحلقة وانتظرونا بكرة ببعض النصاح والتوجهات والإرشاد مع المتخصص الدكتور عبد الكريم المدهون والحديث عن جامعة فلسطين والاستعداد للطلبة للامتحانات لطلبة الثانوية العامة أكيد وبشكل عام لكل الطلبة أكيد كل احترام وكل تقدير لفريق العمل هذه تحياتي وتحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تهيئة الأكسس والله أعطيك الألف